فضيلة الشيخ هل يشترط في صحة السجود ألا يكون مكان الجبهة أعلى من مستوى الرقبتين قال الحنفية ارتفاع موضع الجبهة يكون ضارا إذا زاد على نصف ذراع إلا لضرورة كسجود المصلي على ظهر المصلي الذي أمامه عند الزحام وذلك بشرط ألا يجد مكانا خاليا لوضع جبهته على الأرض وأن يكون في صلاة واحدة وأن تكون رقبتاه على الأرض والشافعية قال إن ارتفاع موضع الجبهة عن موضع الركبتين مبتل للصلاة إلا إذا رفع عجيزته وما حولها عن رأسه وكتفيه فتصح الصلاة فالمدار عندهم على تنكيس البدن وهو رفع الجزء الأسفل من البدن على الجزء الأعلى منه في السجود وذلك حيث لا عذر كالحامل فالتنكيس غير واجب عليها إذا خافت الضرر والمالكية قال إذا كان الارتفاع كثيرا كفرسي متصل بالأرض فالسجود لا يصح على المعتمد وإن كان قليلا فلا يضر والله أعلم على شكرا